دعا رئيس عبدالفتاح سيسي رجال الأعمال في صربيا إلى المشاركة في المشروعات القومية بمصر وخاصة في مجال الموانئ مؤكدا أن مصر تمتلك فرصا وعدة للاستثمار لاسيما ما تحديث البنية التحتية اللازمة وأضاف السيسي خلال فعليات منتدى الأعمال المصري الصربي الذي عقد في العاصمة بيلجراد بمشاركة نظيره الصربي أليكساندر فوتيتش أن خلال السبع سنوات الماضية شهدت البنية التحتية في مصر تطويرا هائلا مشيرا إلى تنفيذ ما يقرب من ستة آلاف مشروع بتكلفة ثمانية تريليونات جنيه من أجل أن تكون الدولة المصرية جاهزة للعمل لشعبها وأيضا للاستثمار فيها وأضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس الصربي أعرب عن ثقته في وجود فرصة كبيرة للتعاون المشترك بالنظر إلى العلاقات الصادقة المتبادلة وأشار الرئيس السيسي إلى أن البنية الأساسية في مصر أصبحت متطورة مثل الموانئ التي تستطيع الآن استقبال أي حجم من السفن فضلا عن إنشاء شبكة طرق حديثة ومشروعات السكك الحديدية وأوضح الرئيس السيسي أن مصر بصدد إنشاء شبكة قطارات كهربائية حديثة بأطوال 2000 كم خلال سنتين أو ثلاث سنوات وسيتم افتتاح المرحلة الأولى منها بأطوال تصل إلى 850 كم ترجمة نانسي قنقر